التمرين 81 اي انا متتالية هندسية اولا هل فعلا هذه المتتاليات هندسية الجواب هو نعم لانها من الشكل ا اس اان في بي كلها من هذا الشكل هذا هو ال ا ثلاثة هنا ثلاثة اثنين واحد على ثلاثة اثنين هنا اربعة على سبعة هنا ناقص ثلاثة ناقص اربعة وهنا جذر ثلاثة هذا هو ال ا وال بي ما تبقى اذا اذا حبينا نجاوبوا بهذه الطريقة من هو ال بي في كل مرة النقص خمسة اذا من هو ال بي هو نقص خمسة هنا وهنا اربعة اوس نقص اثنان وسبعة ازع اثنان وهنا النصف وهنا واحد على خمسة وهنا نقص واحد وهنا جذر خمسة هذه المرحلة الاولى هل هي فعلا متتالية هندسيا نعم وقد قلنا لماذا هل هي رتيبة معناتها متزايدة او متناقصة اذا اجبت بنعم اكد اتجاه تغيرها في كل حالة من الحالات التالية اذا حالة التمرين اتجاه تغير متتالية هندسية معرفة بحدها العام هذا هو هدف التمرين السؤال المطروح كيف نجيب اجيب بطريقتين الطريقة الاولى تعتمد على الفرق التي الطريقة الاولى والطريقة الثانية تعتمد على النسبة سنحل التمرين بطريقتين بالنسبة لطريقة الفرق نبدأوا به اذا الان كل المتتالية هندسية لانها من الشكل الاوسي اس ام في بي هذا يسموه الشكل الاوسي هذه في الحقيقة عندما ترفق بدلة تكون اس اكس في بي وهذه الدلة اسمها دلة اصية اذا الدلة المرفقة هي دلة اصية لهذا قلت شكل اصي وعلاه قلت بهذا الشكل لان السنة الثالثة ستكون دولة اصية والدولة اللغريتمية ولهذا راني المهد على اساس ان الشكل الاوسي تكلمنا عنه في السنة الثانية اذا مأرفة رتابة المتتالية ونبين اتجاه تغييرها الطريقة المستخدمة الاولى لاحظ معي لما كان ا ا ا ا هو ا سفر في الاساس اس ا ا اذا اول ملاحظة لاحظ هنا القانون هذا ا ا سفر هو ال ب والاساس هو ال ا اذا هذا الشكل هو نفسه هذا الشكل اذا لما ندير ا ا زائد واحد انا قلت نظرية وبرهان نفهم الدرس اولا ثم نطبق عليه اذا ا ا هو ا سفر في الاساس اس ا ا و ا ا زائد واحد في مكان ا هنا ندير ا زائد واحد للمرحلة الاولى المرحلة الثانية سأخرج العامل المشترك الفرق هذا ندير هذا نقص هذا سبقى هذا نقص هذا اذا كنت ندير الفرق نجد هذا ولكن هذا من هو هو نفسه اي 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 اذا الفرق هذا ماذا يساوي يساوي هذه النتيجة او هذه النتيجة حسب ما نحتاج لاحظ الان الفرق هذا يوم إشارة الفرق تتعلق بإشارة ثلاث أعداد من هو العدد الأول؟ هو السفر والعدد الثاني هو الأساس والعدد الثالث هو الأساس نقص واحد معناها ما هي علاقة الأساس بالواحد هل هو أكبر من الواحد أو أسرى من الواحد إذا كانت تسوي الواحد فإنه سفر وتكون متتالية ثابتة نأتي إلى المثال الأول أول شيء كل هذه الأمثلة من الشكل إي سفر في الأساس أسان نستخرج الأساس ونستخرج الحد الأول الأساس هنا ثلاثة والبقية نقص خمسة نزد النقش هنا لاحظ هنا من خواص القوى أربعة أسان في أربعة أس نقص اثنين سبعة أسان في سبعة أس اثنين سبعة أس اثنين هذه هي أربعة أس نقص اثنين هذه هي وتبقى أربعة على سبعة لكل أسان سفقنا على هذه نزيد هذه راح جذر خمسة في واحد على هذا المقدار جذر خمسة هاورا وش يبقى؟ يبقى واحد يبقى واحد على ثلاثة أس اين كل أسان ولهذا الأساس هو واحد على ثلاثة أس اثنين هذا أو سهل هذا العدد في العدد أسان هذا العدد هو إي سفر والذي عدد أسان هو الأساس هذا كيف كيف؟ من خواص القوى أنني نخرج الثلاثة خارج الأس ويعود جذر ثلاثة أسان مع أن تجذر ثلاثة هو الأساس وهذه النقص راح نقص واحد هذه نحب زدنا لنشرحها ببساطة نقص سبعة في الرياضيات ما هي؟ هي نقص واحد في سبعة نشرح هذه هذا العدد أسان مع أن تلعاد العدد هو نقص أربعة هو الأساس وتبقى واحد على خمسة هي اللي هنا الآن نطبق الفرق هذا هذا الفرق أني كاتبه هنا يأما أكتبه بهذا الشكل يأما نكتبه بهذا الشكل نبدأ بشوية إي سفر إي سفر هاورة إي سفر في الأساس أسان والأساس نقص واحد نزيد هذه الفرياضيات أربعة أس زائد إثنين التحت وبعدها من خواص القوى مع أنتها سبعة في أربعة ثمانية وعشرون الكل أس اثنين مع أنت هذا هو أس سفر والأساس أس آن والأساس نقص واحد الأساس هذا يا ثلاثة أس اثنين يا تسعة هنا ياوش درت إي آن مباشرة هذه درت إي آن مباشرة والأساس نقص واحد مع أنت هذا المقدار نقص واحد نزيد نشرح هذه هذا إي سفر والأساس أس آن الأساس نقص واحد بالنسبة لهذه هذه بأكملها هنا فعلا قلناها منذ قليل معاي وره هذه رحها إي آن هذه رحها نفسها إي آن زيد هذه كتبتها من الشكل إي سفر في الأساس أس آن في الأساس نقص واحد الآن نأتي إلى مناقشة الإشارة الإشارة النقشة صح هذا ثلاثة نقص واحد موجب وهذا موجب وهذا السلب خلاص زيد نتكلم على الإشارة على المقادير هذه هذا موجب وهذا موجب هذا يا أقل من هذا معناته هذا أصغر من الوحد نحن في الرياضيات إذا كان البسط يسوي المقام فتكون النسبة أكبر إذا كان هذا يسوي هذا أربعة لأربعة تسوي الواحد ستحكي يكون هذا أصغر من هذا إذا كان البسط أقل من المقام تكون سفر فاصل سفر فاصل أقل من الواحد لهذا كانت سالبة أنا شرحت هنا نزيد نشرح هنا هذا المقدار سالب هذا المقدار هذا هذا المقدار هذا المقدار سالب لأن هذا أصغر من هذا ولكن هذا موجب الموجب في السلب سالب نزيد نزيد نشرح هذا نبدأ بهذا الوسطاني نبدأ به سهل هذا سالب وهذا رح واحد فاصل سوف يكون موجب وهذا موجب 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 سالب سوف يكون سالب الآن نشوف هذه هذه في الحقيقة هذه سالبة وهذه موجبة صح هذه رح سالبة هاي ورح سالبة ولكن هذه مثلا لو كانت هذه اثنان تكون هذه موجبة لو كانت ثلاثة تكون سالبة معناتها العدد السالب أس آن يا إما موجب يا إما سالب معناتها الإشارة غير ثابتة هنا نفس الشرح ناقص أربعة أس عدد زوجي موجب ناقص أربعة أس عدد فردي سالبة معناتها الإشارة غير ثابتة انتهينا الآن من الخناها الآن ما هو الحكم على اتجاه التغير مدامة سالبة متناقصة سالبة متناقصة إشارة غير ثابتة غير رتيبة أو أقول متذبذبة هنا سالبة متناقصة وهنا إشارة غير ثابتة ليست رتيبة متذبذبة فقط وتنتهي الطريقة الأولى هذه كل طريقة أولى الآن نأتي إلى الطريقة الثانية الطريقة الثانية أول مرحلة نقوم بها ننظر إلى الأساس إذا كان موجب لنا كلام وإذا كان سالب لنا كلام في الحقيقة الأساس منذ قليل كان سالبا مرتين شوفوا معايا أو موجب 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 قده كان مثال كان ست أمثلة كان مرتين سالب وأربع مرات موجب هنا هنا يجي نشوفوا الموجب قده عدنا المثال في الحقيقة حاب ندير هنا أربع مرات سقر هذه الأربعة سقرها عبيت نكتبها عدد الحالات عدد الحالات اللي كان فيها اللي كان فيها موجب أربع حالات وعدد الحالات اللي كان فيها سالب حالتين راح نبدأ بالحالات اللي كان فيها موجب الأساس موجب معناته رتيبة ماذا سنفعل الخطوة الأولى كان ثلاث خطوات الخطوة الأولى الخطوة الثانية الخطوة الثالثة أول مرحلة نقارن النسبة بالوحد ثاني مرحلة ما هي إشارة إيئان ثالث مرحلة نحدد اتجاه التغير عدنا أمثلة سنرى تطبيق هذه الطريقة أربع مرات المثال الأول نحسب النسبة إيئان زائد واحد هناك إيئان هناك إيئان هناك إيئان هناك إيئان زائد واحد إيئان زائد واحد الآن من خواص القوى توزيع الأس هذا خواص القوى هناك إيئان ثلاثة أس آن هذا الشكل بهذا الشكل إذن ثلاثة أس آن ثلاثة أس واحد نختصر هذا مع هذا تبقى ثلاثة أس واحد هي ثلاثة ما هي النسبة النسبة ثلاثة الأساس موجب فهي رتيبة نمر إلى المرحلة الثانية حدود المتتالية سالبة لاحظ هنا هذا موجب موجب هذا سالب معنى حدود المتتالية سالبة إذا ضربنا المتتالية في عدد سالب فإننا نأكس اتجاه المتراجحة إذا إذا ضربنا اتجاه المتباينة فإننا نأكس اتجاه المتباينة على الشكل وش عندي عندي إيآن زائد واحد على إيآن تسوي ثلاثة أكبر من الواحد معنات هذه النسبة أكبر من الواحد إيآن سالب نضرب هنا في إيآن وفي إيآن يتغير اتجاه المتراجح ثم هذه ننقلها إلى الطرف الآخر يكون هذا الفرق سالبا الفرق سالبا بما أن الفرق سالبا تماما على آن فإن المتتالية إيآن متناقصة تماما على آن نكرر هذه الطريقة فقط إذن المرحلة الأولى إيآن مع أنت كين آن كين آن لما ندير آن زائد واحد سوف ندير زائد واحد هنا زائد واحد هنا الآن من خواص القوى هذه وهذه ولي وحدها وتبقى أربعة أس واحد وسبعة أس واحد لاحظ أنني أختزل هذا المقدار مع هذا المقدار فتبقى أربعة على سبعة الأساس موجب تماما فهي رتيبة تماما فهل هي متزايدة أو متناقصة لا ندري نمر إلى مقياس آخر إلى خطوة أخرى الحدود كلها موجبة الحدود هذه موجبة هل كل مقدر موجبة فإذا ضربنا المتباينة في عدد موجب إيان فإننا لا نغير ولا نعكس اتجاه المتراجحة لاحظ الآن الكسر هو أربعة على سبعة أقل من الواحد معناتها النسبة ما عندنا عندي هذه أقل من الواحد نضرب إيان في الطرفين نختزل إيان مع إيان ثم ننقل إيان إلى الطرف الآخر الفرق سالب بما أن الفرق السالب فإنها متناقصة تماما الآن المثال الثالث نفس الطريقة عندي إيان كين آن كين آن زائد واحد يكون آن زائد واحد ولكن آن زائد واحد بين قوسين ننشر تكون اثنين آن زائد اثنين أحضر للاختزال هنا من خواص القوى هذا وثلاثة أس اثنين فأختزل هذا مع هذا أختزل هذا مع هذا وهذا ثلاثة أس اثنين واحدة على التسعة أختزل هذا تبقى واحدة على التسعة بنفس الطريقة الأساس موجب تماما فهي رتبة تماما لكن هل هي متزايدة أو متناقصة لا ندري نمر إلى خطوة أخرى عدود المتتالية كلها موجبة فعلا هذه كلها موجبة فإذا ضربنا المتباينة في عدد موجب فإننا لا نغير ولا نعكس اتجاه المتباينة ولا اتجاه المتراجح إذن عندي واحدة على التسعة أقل من الواحد مع تنسبة أقل من الواحد نضرب في عدد موجب لا يتغير اتجاه المتراجحة ننقل إلى الطرف الآخر من جديد الفرق سالب تماما على آن فإن المتتالية إي آن متناقصة تماما على آن نفوت للمثال رقم خمسة المثال الخامس بنفس المنهجية ونفس الأفكار ونفس الطريقة نتبع الحسابات كش ما كان قلطة ولا صحوها عندي الأساس إي آن زيد واحد على آن إذا كان آن هنا يا كين آن إذا كان آن زيد واحد كان آن زيد واحد من خواص القوى من خواص الجذور نختزل هذا مع هذا تبقى جذر ثلاثة الأساس موجب تماما فهي رتيبة تماما نتساءل هل هي متزايدة أو متناقصة نبدأ حدود المتتالية كلها سالبة هذه سالبة إذا ضربنا المتباينة في عدد سالب لهو إي آن فإننا نغير ونأكس اتجاه المتراجح في الحقيقة هيكانا حاجة في اللغة العربية يستحسن كين نقول متباينة نقول متباينة كين نقول متراجحة متراجحة معاةها يافيزوج نديرهم متباينة متباينة يافيزوج نديرهم متراجحة متراجح عاوني هنهани شوفو ياوش كاي قلنكن صارح شوفو يافيزوج نديرهم متراجحة ليحس غالطين شوف معي يافيزوجن درهم متراجح مناش قالطين يافيزوجن درهم متباين مناش قالطين كون دروا واحدة متباينة واحدة متراجحة مناش قالطين في ثلاثة صحح إذن النسبة تسوي جدر ثلاثة أكبر من الواحد معنى هذه النسبة أكبر من الواحد نضرب في عدد سالب معنات أغير اتجاه المتراجحة أنقل إلى الطرف الآخر أجد الفرق سالبا تماما فإن المتتالية متناقصة على أن إذن الآن نشوف المثال الرابع اللي فيه الأساس السالب الأساس نقلنا منذ قليل هو نقص ثلاثة نشوف اي آن زائد واحد على اي آن إذا كان آن كين آن إذا كان آن زائد واحد كين آن زائد واحد من خواص القوى ووزع هنا يلعام المشترك هو هذا يبقى ثلاثة أس واحد نقص ثلاثة أس واحد ونقص ثلاثة إذن الآن الأساس سالب إذن ليست رتيبة على آن نقدر نتوقف هنا ولكن كنا ملاحظة جميلة لا بأس بها لاحظ أن حدود المتتالية موجب تماما إذا كان آن زوجي وسالب إذا كان آن فردي نكتبها رياضيا إي آن موجب لما آن زوجي وسالب لما آن فردي لما ندير النسبة أقل من واحد أقل من واحد إذن لما إي آن موجب إي آن موجب لما آن زوجي مع أنت موجب نضرب الطرفين في إي آن لا يتغير اتجاه متراجحة فيكون الفرق سالب وهنا نسبة أقل من واحد ولكنها سالبة عندما نضرب تكون نسبة بهذا الشكل ويكون الفرق موجب إذن الفرق سالب إذا كان آن زوجي وموجب إذا كان فردي معناه متناقصة لما آن زوجي ومتزايدة لما آن فردي هذه كذلك ملاحظة جميلة درتا المثال الأخير وينتهي التمرين إي آن هو هذا نضرب إي آن زايد واحد على إي آن كين آن كين آن كين آن زايد واحد كين آن زايد واحد من خواص القوى أربعة أس آن هاي ورا أربعة أس واحد هاي ورا نختزل هذا مع هذا تبقى هذا اللي هو هذا الأساس السالب إذن ليست رتيبة بنفس الفكرة سأجدها متناقصة لما آن زوجي ومتزايدة لما آن فردي بهذه الطريقة ينتهي التمرين واحد وثمانين ترجمة نانسي قنقر